لكن بعد الفوز الآلي على المصري مباراة كانت برضو الأداء صحيح ما كانش بنفس المستوى اللي كان عليه الآلي في مباراة الاتحاد العناصر اتغيرت الدوافع اتغيرت الطاقة في الملعب اتغيرت وتحدث مستر ريكاردو سوارش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة هو ليه غير الفكرة ليه بعد ما كان معتمد على الناشئين في مباراة الاتحاد والناس انبسطت وشافت جاري في الملعب أحسن وشافت حيوية أفضل وشافت عناصر جديدة الرجل كان ليه وجهة نظر تانية في المباراة امبارح مع المصري نشوف رأيه ايه فيها نلعبنا مباراة من ثلاث يام بالزبط وزي ما انا قلت قبل كده في المقابلات التلفزيونية لقبل كده لازم يبقى فيه طريقة نخلي اللعبين الصغيرين تشارك بيها نحن فزي مباراة وفزنا فيها 3-0 باللاعبين الناشئين نحن فزي مباراة وفزنا في المباراة وفزنا في المباراة 3-0 لا يمكنه سيساعد لا ينفعش انها تقع لكنهم لا يدعون أن يكون 100% لتجمع لتجمع هذه المباراة فزي مباراة لكنهم أكيد البدن بتاعهم ليس سيكون 100% لكي مباراة مثل هذه لكي مباراة لكي مباراة لكي مباراة وفزنا في المباراة طبعا السقة لديهم مزادة عالية لدينا لعبين فرشا بدنيا ونوص أدفرساري لدينا 7 ديس لتجمع وانها كانت 5$ تيامة مباراة وانها كانت 5$ حيات الناجئين سيكون الجباح هجلا اتقنوا لكي مباراة الطنخ لم يكن Storage ليبست مباراة 文ي conseguir اتقنوا لكي مباراة لهذا تلين Bull فتن لقد قمت بك23 سلبون عبر المباراة أو الفريق أدا مباراة جيدة وكان جيداً وعندما كانوا مجمعين جيداً متحدين يدروا يترجموا الخطة التي نحن جعلها وقالناها لتجهد المباراة وفزنا أصاب الفريق جيداً فريق منظم ويوجد قوالي قواليين ومسلولات الفريق يوجد مهارات فردية ويوجد مهارات جامعية وحيداً بشكل جيداً وانا بحي لاعبيني لأنهم عملوا مباراة جيدة في لحظات ما كنشحنا حالتنا فيه أحسن حاجة في المباراة وكان الخصم أفضل مننا بس كنشحنا على طول المنظمين قدرنا نستنى لحظات المناسبة عشان نطلع نجيب منها الهدف وقدرنا نفوز على فريق جيد الحمد لله الفوز باستحقاك النهاردة شوف هو أصر نقطة اتكلمنا فيها ودي مربط الفرص يا كابت المتحط أنا بلعب فرقة أنا ثلاثة أيام ولعبت حتى النشين ما قدرشي أن أنا استهلكهم بنفس كلهم وعلى فكرة هم ركنهمش كلهم هو لعب الباكليفت أشرف ولعب فخري وزياد لعب ولعب واحد في الدقائق الأخيرة جديد لكن غريب ما لعبش هم يمكن في ماتش الاتحاد لأنهم لعبوا كلهم مع بعض فكانوا متجنسين مع بعض ده حاجة تانية أستاذ برحيم هو أنا بناقشت تفوقهم لكن مش مطالب أن ننزل بهم لازم مع بعض كل مرة ولا زمالك عمل كده ولا فرير عمل كده نوع ونزل وودي فرص وإيلا مش هيبقى عندك ناس جديدة أنا بتكلم في فكرة أنا بلعب فرقة بقى لها سبعة أيام بستنياني عندها فرصة ترتاح عندها فرصة تاكتكية تتضرب على الغرض من المباراة شكل التاكتكي اللي هتلعب به وأنا بعمل استشاءات وبلعب فلما قعد واحد أو اتنين كله ماتش وغيرهم مش ضروري أتحاسب يعني هو يكاد كل واحد له طريقة في التعبير لكن هي منطقية منطقية وبعدين أنت عندك أنت قلت وناقهين زي صلاح محسن عايز تشوفه وميكسوني وبرستياء كلهم رجعين ناقهين واخد بالك عايز تشوفهم وعايز تقافهم عن رجليهم لأنهم ما زالوا لعبة تحملوا مسؤولية كبيرة وإدروا شئلوها فلو رجعوا حيبقوا قوة وفي نفس الوقت أنا ما أبعدتش للنشئين بشكل كامل أنا 60% منهم لعب أو حاجة زي كده يعني مع تقديم حد جديد ميدو نبيل مش ميدو نبيل ننزل في الآخر آه شم الملعب لكن هي كده أنا أنا ومش عايزين ننسى إن ما هو أحمد عبد المنعم وصاعد بيتخارب برضو بلعبة صاعدة تانية زيه في السن إنهم نشئين وكريم فؤاد وعبد القادر نفسه نفس السن بس ما لاعبش أنا أتكلم على اللعبه بقى عبد المنعم أثبت وجوده بيلعب عشان أثبت وجوده بشكل رئيسي كريم فؤاد أثبت وجوده ونزل يمين ورح جرب هاني في مركز جديد كانت نتيجة التجربة أنا إيس المدرب في الحاجات الزغيرة دي نتيجة التجربة دي إن أصفرت عن هدف شارك في محمد محمود البديل وهو صاعد بمعدل السن اللي بتحسبه بيه الصاعدين وهاني في لعبة إبداعية جميلة جدا أصفرت عن هدف جميل لحسان واخد بالك فأنا عايدة أقول لك وحتى حسام حسن وإحنا بنقيبه تسبب في ضربة جزاء وأحرز هدف كان بيحاول مش ضروري كل حاجة نقيمها بالجماليات وإنه لازم يبقى في كل لقطة متواهج إنما عنده قدرة نفسانية يقلب لك النتيجة أهو الكرة هي شوفها تتلعب إزاي لمسة لمسة جون جون كويس وبيجي في آخر الوقت ده اللي أنا بقول عليه التقل التقل لما بتقل فريش محمد محمود نازل فريش كويس جديد صلاحة اسمه حسام حسن بالدفع اللي واخدها آخر الماتشات بيحاول يسبب توجوده موجود هاني الناس بتظلمه لكن هو عنده قدرات أحياناً يتسبب في أخطاء زي أي حد بس لمي ذاته تلغي أخطاء ولا أخطاءه تلغي مي ذاته وحتى في الوقت المتأخر ده لعبه باكلفت ما أنا بقول لك يعني ثقة منه في إن الراجل ده عنده حاجة مش كل المدربين يعني بيجمله وزياد لعب مش زياد لعب طيب لعب بديل طيب